السلام عليكم جماعة واهلا بكم في حلقة جديدة من كينج الفانتازي معاكم مروان احمد وخالد علي والنهاردة حلقة خصيصا للويلد كارد كم مرة؟ دلعت الاسبوع لا لا دي لسه حلقة جاية حلقة جاية حلقة جاية لاتحرقش الحلقة دي هيا جماعة حنتكلم عن الويلد كارد بتاعت الاسبوع الرابع عشان ناس كتير لما عملتش الويلد كارد بتفكر ان هي تعمل وسنستنيها اخر ديها وناس فعلت الويلد كارد بتاعها فحنا هنتكلم على اهم العيبة ممكن تكون او تجيبها يعني في الويلد كارد بتاعك وفي نفس الوقت هنتكلم على كذا تشكيلة شفناها فيهم الويلد كارد شكلها كويس بلس تشكيلة احنا عاملينها عمتا للويلد كارد بحيث ان انت ممكن تجمع اهم العيبة جايين في الجولتين 3 ا4 الجايين ممكن تتحوش فيهم بقى بتاعتك وتعمل على جايه وويلد كارد صغير ايه ابنوا نبدأ بس يا ريت تعمل لايك للفيديو ده عايزين نوصل على القلل تلتميت لايك اشتركوا على القناة شغل جرس التنبيهات عشان نوصل لك كل الفيديوهات اللي بنزلها هنا على القناة عملي يا كابتن لوك والله كابتن كل حاجة تمام بس الفانتزي اللي مش تمام الفانتزي جاي علينا جاي عليك ليه كده؟ بس مش مشكلة ليه كده؟ اتفاليتك جامدة و رحت جبت بيلي وخفت مني وقتاني ابني بيلي يلي جا خفت منك ابني اهو بيلي ده يكسب حد اه من هو واضح كده؟ مش ده مش ده الفكر هو الفكر كان ان احنا هنخش وقول ان من جيمويك فور على قسط البلو حلو لان لو شفت جدولهم هتقول بس اهو correctly فور على قسط البشر فور على قسط البلو حوالي ماشي تفرج لخ cigarettes بع hinaو الواضح كده؟ ليه متشوية كده؟ لا هنا مش كده دلواتي تعمل دلواتي بدولة دلواتي ولا ايدي المزيد من واضح طبيع ما معني ايه ميزات ان تعمل كده دلواتي واي ميزات ان تعمل تطب ايه ميزات ان تعمل الدول جاي لا لا انا مقتنع ان الصرعة مش كويسة طيب الصراحة مش كويسة دايما. يعني دي وجهة نظري. بس في حالات. في حالات الناس بتلعب نفسها. بس انا انا في القيتي اللعيبة بتلعب. مش مثلا مش عندي ثلاثة دكة في اتنين مصرحة. اه. بتقفع اروح اعمل الويلد كارد. لا اللعيبة بتلعب بس اللي مش متوفق. اللي حظ وحش. اللي بتاع اللي بيتحزل فاتبدله. في الملموم يعني اولي سكي سيناريا حد جيب اتنين او واحد. فهم? بصة وعلى حسب انت مين اللعيب برضو مش بيلع. يعني احس ان الويلد كار دي. مهمة اوي لو انت عايز تجيب هالند. اوصلوه? لا بس هالند اهم دلوقتي. لا هالند بصة. عشان من الواضح كده ان هالند حينا انت عدت تريبل كابتن في اي اسبوع هو هيجيب يعني. بو فيه واحد ساوت هامتن يعني اه كان الله في الاون. اه. ده كان الله في الاون. يعني ده في ساوت هامتن. اه. ده متعرفش اللي هيسة فيها. يعني الناس اللي خليت بتاعها لجيمويك ده سوتمت ان اضرب على طول. بس هو من الواضح كده انه الناس كتير او اتليس الناس انا رأيتها مش عاملة اللي بتعمل بتاعها معنديهاش هالند. وعيز دخل هالند الفرق. انا برضو شايف ناس تانية بتعمل عشان صلاح. عشان صلاح? مم. بس دول اقل حتلاقيهم بالنسبة اقل. اه اه اه. في نسبة كبيرة جدا من الناس. بغض النظر انت شايف هالند مع فرق اه ناس كتير. في نسبة كبيرة جدا من الناس ما عايش هالند. هالند بدأ اللعبة بتلاتة مليون اونر وشوية. دلوقتي بقى خمسة مليون. انت انت متفاهم ان اللعيب بخمستاشر. يطلع سعره مرتين. يبقى ففتين بوينتو. يعني بتاع صلاح. دل احنا كلمنا عليه في الاول. بتاع الصلاح دي منطقية. اه. طول عمراء بتحصل. اه. كل شوية انه يقول لك لا اهبطى صلاح يجيب انه راحين جايبين وعادي بس ايه بتبقى اتناشر تجيبه هو اتناشر. ايه. ايه بتاعه. دي طول عمراء معروفة بتحصل. اول حلقة ما عملناها خالص او مش مش اول حلقة حلقة عملناها مع علي. اه فانتزاوي. احنا اه 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 النقطة اللي لقى كلامت عليها قلت اه مشكلتي مع هالند ان ان انت لو مجيبتهش من اول. مش صرف. هو لو جاب جول. مش صرف تجيبه في الترنت. اه. ولو جاب جول اول مطس. بخ. هيطير. شكت 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 شكت. عمل كده وبعد كده في هاتريكين ورا بعد فالدنيا بقت صعبة جدا انت لو ما كانش عندك هالند وما جبتوش بعد على اقل تاني اسبوع. انت فعلا محتاج جراحة عامة للفرقة. عشان كنا الناس كتير بتعمل. هو جايب نفس النقط زي زي صلاح. فالكسبان الاكبر عمتا. اللي معه الاتنين. مفهوم مفهوم. مفهوم اه. انا ريحت دماغ وجبت الاتنين من الاول. قلت خلاص بقى احنا حنوض بقى نفرق وبتاع. برضو انت في حالتك الوضع يعني برضو ميزة اللي انت عملته اه 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 بقى اه اه الوضع اللي انسبه لك اسهل. اه صالح خيش. هتنزل اه 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 برزاب. اه هالند خيش هتنزل ازاك وط. بزبط. اه اه برزاب. اه اه. فتسهل تنزل. اه. صعب تطلع. اه. صعب تطلع. عشان كده انت محتاج براحة عامة فعلا عشان تدخل التاني فرقتك الناس اللي عملت الوائد كارد اا حنتكلم على كام العيب كده لازم يكونوا مهمين عمتا في الفرع اللي اتكدة لو انت في الوقته حالي جاي تعمل ويل temos ان كان معي لاته علم و dar مش هتدخل صلاح برضو فمش منطقيا بالنسبة ولو انت معكش هالند ومعك صلاح وبتعمل وايد كود ومش هتدخل برضو هالند فيها فده برضو وايد كود مانوش لازمة فهم اول اتنين او الاتنين اللي لازم يكونوا فرقتك بالنسبة لنا انه اكيد صلاح وهالند لازم دي ما فهاش كلام تحق تحط صلاح وهالند وبعد كده تبني باقي حواليهم باقي لعبتك وفي كذا وايد كود على فكرة شكلهم كويسين جدا لعبة كويسة انا لازلت بقول انه ارمي تقلك قدام ممكن بغض النظر انه بجد ترنت جاب عشرين نقطة ما عرفش مين جاب نقطة جابوا نقطة ورا المدافعين كتير لكن ارمي بتقلك قدام عن الدفاع نلسة برضو مع اوبشنز اللي هما الرخاص اللي هما باربعة ونصة اربعة وكده على اقل دول بيدوك اوبشنز ان انت تجيب العيبة قدام حيبقى صاعب ان انت تجيبهم من غير ما تعمل تنسفيرين تلاتة يعني انا بالنسبالي ترنت اه يا هيجيب نقطة لكن سبعة مليون دي ممكن اعوضها في اللعب لو اللعيب بعشرة مليون وطلع صعب ان انت انت تع incense صاعب ان انت تعجب بلعب سبعة مليون يعني ممكن تنزم من اللعيب بعشرة مليون في النص وتجيب ترنت مثلا سبعة ومسلا بسبعة عن ان انت تبيع ترنت وتجيب بقى تعلي يلامع لعب لعشرة مليون فدي وجهة نظري في الموضوع وبجد اي فرقة بتجيب اي فرقة بتجيب كلينشيتس بيجيب جول فقال فوتفاس كان عندي في جيموي 2 موتش لسل سيتي جاب جول جاب ساعة نقط اللي هو اللعيب اصلا ملت فهي بتمشي بالطريقة دي اللي هو مفيش كتالوج فعلا للعيب الغالي يجيب نقط مضمونة ان اللعيب الغالي يجيب نقط ولكن ده مش شيء دايم ومش لازم يحصل غير لو هنتكلم على صلاح وهلند لازم يكونوا فرقة بعد اول ثلاث السابقة بالنسب لك انت هنقول مثلا خط الوسط من اللعيبه كبريورتي يعني واحد اتنين تلاتة اللي هو لازم تجيبهم جديا ماشا الفترة دي 3-4 جيمويكس الجايين لو بنتكلم في نص الملعب انا وجهة نظري فالمر مهم مع انه طلع مع انه اتصاب مع المتخب لسه نزل النهاردة التامريين و احنا تمام حلوه النهاردة ده جماعة يوارل 3 ماشا بولمر نزل التامريين نهاردة هقدك المصور ان هو في تامريات تشيلسي فبولمر مهم الران اللي جاي الازيزة اه او لازيزة جدا التي تشيلسي بيانت ان هم وحشين دفاعيا لسه مش احسن حاجة دفاعيا لان هم لسه بيتعودوا عالسيستم وازاي نطلع من تحته البلد اوب والحاجات دي وكده فهم هيعانوا شوية دفاعين يعني ممكن حتى لو الموتش ماشي في مجرات كويسة هم راكبين الموتش ممكن يلبسوا جون حتى لو كازبانين فرق اتنين او حاجة ولكن هجوميا الوبشنز كتير بس ما بجيبوا جواد كتير اه فانت عندك دلوقتي الاتنين يا نيكولاس جاكسن يا بولمر انا انا مصرفش سبع مليون اه ونص هو سبع مليون اه ونص لو فجاكسن مصرفش فيه ده اصرف في بولمر ليه لان بولمر ما عاد رابط الجزاء ده واحد اتنين بيبقى في اللعبة اكتر من جاكسن بكتير وما عطت يدعب جاكسن اقل حاجة هيطلع باسست يعني اه ما جابش جول انت ضمن اسست على الاقل يعني فبالنسبة لي بولمر ده اهم واحد في الوالد كورد رقم اتنين روجرز ماشي ليه روجرز اه علشان اه ران استون فيلا بجد مرعبة من الحلاوة يعني انت مش مضمون طبعا هما هيقدوا ازاي مع زحمة الشامبينز ليجة عشان هما لسه اول مرة يخبطوا في الزحمة دي هيبقى شكلوها عامل ازاي بس هو بدأ كويس اول بس الولد بدأ كويس دي اول حاجة اه بيختنم فرصته بطريقة مرعبة تالت حاجة الرن زي ازاي بتاعة تشلسي انت لو عايز مطشط حلوة هما تقريبا بياخدوا مطشط ببعض فهم دول اكتر فرقتين فلو بنتكلم على اتنين لعيبة في نص الملعب لو انت بتبني الولد كرت بتاعك انا شايف ان دول مهمين جدا الاتنين دول. اوكي. بص انا انا شفت كزا تيمبلت عم بطن بس انا عامل تيمبلت هراه لكم دلوقتي انا بالنسبالي او على اقل دي التيمبلت اللي ممكن اعملها في الوقتي بما ان انا عندي صلاح وهلن. ومتبقي معايا اه زيرو بوينت في البنك. ماشي. اه بعد نظرتي لموضوع الحراس في الفرقة اه عشان كنت بدأ بفلاكن وهندرسون وعايزهم يبدلوا مع بعض لكن مفيش يعني حتى اللي كان هيجبها فلاكن الماطش اللي فات راحت في الديار بعة تسعين حاج كده. فاللي هو من الواضح كده انه الحراس انت لو عايز او بناعا على اول تلاتة جيمويكس انت وعايز حالس يجيب لازم واحد من التوب تو. بس جالك كلامي. ايه راية? فاكر لما قلت لك قلت لك حتى راية في المرشد السقبة يجي. اه. ايو 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 ايو. فانت فانت دول هما الحارسين اللي هما عن الباقي. ده ايدرسون كان ممكن يبقى في الكلام لولا جول اللي دخل فيه من اي كلام ده يعني ده ضايع فضيعة. اه سهلة. عنده بقى ريكو لويس واكانجي وجفارديول وبتاع ريكو ايو. بالزبط. بالزبط. فادرسون كان ممكن يبقى معانا. ولكن انا برضو مش عايز حارس ممكن ان يطلع منه الغلطة دي بالذات ان احنا بندفع خمسة ونصف مليون. اه. وعلى مدار الموسم ايدرسون هجيب الكلين شيتس اللي ممكن اقولك كلين شيتس اللي اقرب حاجة من راية لو راية خلص تاني. احنا خلينا متفقين ان ان احنا بنتكلم على اقوى ثلاث فرق. اللي هو سيتي وارسنل وليبربول. اه. انا حاسس ان ان انت بتتكلم في التلاتة دول بتتكلم ما بين خمستاشر لسبعتاشر كلين شيت. او لا خلينا نوسع رينج شوية نخليها تلاتاشر لسبعتاشر كلين شيتس. يعني اعتقد هم ممكن تلاتاشر دي قليل قوي يعني تلاتاشر لازم سيتي بجد يتصاب منه. سيتي مش ليبربول. سيتي سنة فيها تعمل تلاتاشر كلين شيتس. بس اورتيجا لاب كتير ايدرسون اتصاب معرفش انا قصدي ان هما الطبيعي بتاحهم احنا منتكلم ما بين تلاتاشر لسبعتاشر كلين شيتس. انا شايف ان ارسنل بيتطور دفاعيان اكتر. وعنده وفرايتي اكتر. اه. فده فده مدي ميزة بس ان انا متمسك بفكرة راية. اه ليبربول السنة دي مفاجئة. دفاعيان. بيخلوا الكورة معهم كتير. اه بيخلوا الكورة معهم كتير فما بقوش يلبسوا جوان كتير. السنة الفات كان بيسيب الكورة الفانية عشان ان هو يعمل. عشان هو بيهجم كتير اه. بس فالسنة دي احسن فممكن برضو يعني لو انت بتعمل والد كورة دلوقتي اخاف ما ينفعش اقول لك هات راية مع ان راية ماتشته هو عنده ماتشين صعوبين توطنهم في اه في سيتي بعد كده الرن هتبقى لذيذة. ولكن اليسن ماتشته احلب كتير. بزر. اليسن ماتشته يعني هي اليسن بس بتخديك ان ان انت متفكرش في العيب زي ترنت. اليسن دي بالزبط كده بتعمل كده واحد. واتنين بتضمن ان انت مرتاح. بس انا برضو لسه عندي رهاني بحس ان ارسنل في المتشات الصعبة احسن. يعني مسلا ماتش استنفلا هم كانوا صالد. طبعا واتكنز داع واحدة سهلة قوي. كانت ممكن توازن لانا بقوله ده. بس مع ذلك انا بحس ان ارسنل بيقفوا في المتشات التقيلة صح ورا. اه. فاراهن على راية اكتر. ولكن من المنطق بيقول الاسن طبعا. هي الميزة الكبيرة بس في الاسن هو الاربع ماتشات الجايين لغاية الانترناشيال بريك الجاي. بزبطة. اتنين هوم اتنين اوي منهم الماتشين الجايين. هوم وبعد كده بولموث هوم. صح. بعد كده حتى الاوي كريستل بالاس وولفز. بس هوم ممكن يطلعه بكتنين شيء برضه. المشكلة بتاعة الاسن لو انت بقى بتعمل وايلد كورد ليه انا بقول راية مش الاسن برضو. ان ان انت هتستحمل راية ماتشين صاحبين اللي هوم توتنا موسيتي. وبعد كده الدنيا هتبدأ تتحسن. لانه ارسنر خلص من اربع ماتشات واحد. ماشي. حتى في الماتشات اللي الماتشات الصعامين دول ماتش توتنا ممكن يجيبه كليه شيء يعني وارد. بس قصادها بقى الاسن هيلعب لحد الاربع ماتشات الجايين هتضطر تعمل اه مع الاسن لان انت متسناش منه في شهر عشرة. ماتشاتهم في شهر عشرة من الكربسة مع وماتشات تقيلة. بس بص هو ماتش مسلا في شهر عشرة عندهم اول ماتش كريستا بلاس او ايه ده من الاربع ماتشات ضمن الاربع تردية حال بقى اخر ماتش ماشي. مركا عندهم وارد ان هم يجيبوا كلين شيت عادي مش صعب. وارد ان هم يلبسوا جون. مش حاسس يعني حاس برضو خلي بالك برضو تشالسي لازم نتفرج حقا على تشالسي يعني. عشان اللي هو برضو انا بس انا احنا لسه متفرجناش غيره على ثلاث ماتشات من سلوت. صح صح. فالموضوع مختلف شوية ان انت تفكر ان هو. سلوت لسه متضغطش من فرقة قيلة برضو. حظه حلو. لسه هو خدران خفيفة. هي اصعب ماتش ممكن اه اللي هو في جيموك 8 اللي هو ضد تشالسي هوم. وكريستا بلاس قوي ماتش سخيف عليهم دايما. كريستا بلاس ماتش سخيف اه بصراحة بس هم دايما بيكسبوه يعني مش مش. بس في مرعبها سخيفة. هم مع الراجل الجديد ده تحس ان في بوتانشيل ان هم ممكن. ممكن وعرض دايما بس اللي قلقني شوية بداية بصراحة اه كريستا بلاس مش حلوة في الدوري السنيني. عندنا بعد كده هلعب بعدها ارسنل في الامارات في في الامارات وبعد كده هلعبوا ضد برايتون هوم أسون فيلا هوم سوتامتن اوي. لغاية جيموك 12 عندهم نوتنجهم بونموث تشيلسي برايتون استن فيلا. ماشي. خمس ماتشات على ارضهم والماتشات الاويد. الماتشات السهلة. كريستا بلاس وسوتامتن. فتمن ماتشات اتوقع ايزي ممكن يطلعو ايزي بخمسة كنين شيت. انا احسى ثلاثة. لا ثلاثة صعبة اوي برضو. ثلاثة من ثمانية. يعني يا بونموث دا انا ما بقللش منه. اه اه اه. ممكن جسابه. اي 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 اي. انا بتكلم من ناحية انا احسى ان هوم يجيبوا ثلاثة من دول. بص خلي خلينا نشوفها مثلا بس انا شايف انه يعني. لأ الرمان الصح احنا لسه بنقول. اه. على الضايت على الاقل التناسف بريك الجاي. انت كده كده خلي بالك من حاجة. اللي انت لازم تعملها دلوقتي دي. لازم تحط في المارك ان انت مش هتعمل التناسفر ازمعين. اه. لازم تحوش الثلاثة. لأ ازمعين ايه واحدة. لأ انا عايزك تعمل تاني بقى. بس انت تعمل صغير اه. فحوش التلاتة عشان انت روح بتلاتة او اربعة. افضل سيناريو اللي هو المية مية ده اللي انت تحوش التناسفر كلها. لو لو اضطرت ان انت تعمل التناسفر. الافضل ان انت تعمله على اخر اسبوع مش في اول اسبوع. صح. ده ده على اقل بالنسبة دي. بعد انت نشوف بيك بقى تشوف رايا معرفش ايه اه تمشي قلصة هنا. مع اني انا مش من محبي ان انت تبدل حارس عمتا. عشان كده اختار دايما اه. امشي بيه. بالزبط. لعب حلو لعب وحش يمشي بيه. هي عتيجة. بالزبط. فالتمبلت اللي انا كنت عامل هو ماشي. تمام. الحارس بقى اللي جنبه بقى فابيانسكي. انت كده كده مش هتحتاج حارس اصلا عشان مش هتبدل وفي نفس الوقت اختيار الفابيانسكي جاي ان اريولا بيتصاب كتير. صح. واريولا ما مصاب هو رجع اه. لكن متعرفش ان اللي ممكن يحصل. اريولا يطلع بره يتصاب يعني انا حاس ان اريولا كل شوية بيتصاب ويرجع بيتصاب ويرجع. الاصابة كبيرة جاية. يعني. لا لا اريولا شكله مش مش فت كويس. علشان اسمه ايدي. وبيتصاب اصابات غريبة مرة في ايدي مرة في ظاهره. مرة يعني. اه اه بيتصاب اصابات عمتا في اصابات بتبقى غريبة شوية. فابيانسكي لحد ما اضمن حارس اربعة مليون ما بيلعبش علشان الحارس الاساسي بتاع اه بيتصاب. اه في الدفاع بص انا مغيرتش تلاتة على الاقل بتوعي دول يعني انا شايف برضو لسه اه اللعيبة اللي هي كان باربعة مليون. اللي هو اه دول التلاتة اللي بيلعبوا اساسي. في حاجة غريبة المدريب بتاعيب سوتش. لا بس. لا بس بيلعب اساسي. بس. جونسون لعب متش. لعب مساك. لعب مساك. لعب مساك. في الماتش اللي بعده تونسبي لعب بكرايت. جونسون ديك. فدفر عشان كنا انا رحت اخترت تونسبي. واتكلمت عني اقولتك انا اخترت تونسبي بالذات ليه? شامدرب مكانة ده كان بيدرب ناشئين منشاستر يونيتد. تونسبي ناشئ منشاستر يونيتد. فعالاغلب حياة العبي. اه عارف اللعيف فحياة العبي. مش ده معناه ان جونسون وحش. ولكن تونسبي اضمن جريفز ده لغاية دلوقتي لسه ما شوفناش حاجة منه طبعا. لكن ابسويتش بتاعتها هتبدأ دلوقتي تبقى حلوة. خلي بالاكم ما تلسعه برضو. ما تشين وارا بعد. ليبربول في سيتي. فاللي هو اه. فاللي هو كانت صعب عليهم. فانا اختياراتي للدفاع عمتا. يعني خديك تقول لاختياراتي اللي هم التلاثة دول الرخاص. او فوت 5 زاد إبقى أربعة او لكن لو انت عندك أربعة م schlecht زي ممكن تجيبه يعني. مثلا الاختيارين اللي بعد كده بربعة ونص. لكن ولوك دين ده بالنسبة لي يعني بيقولك تلسفر ويتيك تو هابن؟ هو هو هيبدك كلماتسن هو هيبدك كلماتسن بس شو accessories انا 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 بص انا انت عارف انا من اول سيزن عائلة انا ضد ان احنا مهما حصل ومهما كانت الرن ايه تجيب مدافعين من استربيل عندو يا جماعة اجندة اجندة خاصة هو بينه وبين اناي امري اه بعد ما ايه بعد اما واتكنز خدمكم ايه ابن الارسنال لكن بص لوكا دين يعني عندو افرطن هوم فولف هوم بس هما دايما بيلبسوا والله عظيم دايما بيلبسوا جون بايخ انت بص اول ما تعتمد عليهم اول ما تلاقي الناس هتجري على الدفاع اصلا بلا اعرف بقى اعرف لا 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 كمية جون بايخة ماناش اي لازمة انا عدت بص اديها تمانين واثنين صفر ودان يا حلو انت عمال بقى بتعمل رفرش انا بص انا كده وده بص بص انا بصراحة مش قادر اجيب مدافع من تشالسي لا لا يعني هو الابشن التانيك ان اجيب مدافع من تشالسي بص امك اجيب جوسته من تشالسي عنه ضو يعني معرفش هو رجم اللي صور لها شون بس ما مشكلة من تشالسي يعني انا اضمن اكتر انه استون فيلا يجيبوا كلين شيت عن تشالسي بجده اضمنهم اضمنهم وغير كده لوكا دين عمل اسيست يعني لوكا دين الى حد ما اوبشن بس اوبشن انت حتغيره يعني ده حيبق واحد من التلاتة ترانسفر زيما تيجي تعمل المني والكورد تعتمد انا بس اقلق من دين دي برضو مش عشان استون فيلا والعدائي اللي بيني وبينهم في حوار الدفاع ده لكن من موضوع الشامبينز ليج متفهمش بقى مين هيلعب خمسين من هيلعب خمسين من هيلعب اربعين فورشور وقت من الاوقات ماتسن ده هيبدأ يدخل بس هيدخل امتى مش عارف عشان لوكا دين بدأ بداية كويس وخلي بالك من حاجة السنة اللي فاتت لما استون فيلا كان في اوروبا كان بيلعب لوكا دين في الدوري في اوروبا يعني هو برضو ممكن يعملها يلعب بين الاتنين اه حياتها بأكيد لكن مش تبقى غريبة انا بحس ان امري ما بيلعبش في الخط بتهدفها يعني انا كده كده احبت ما هي ماشى خلاص ايه كده ممكن اغادر في المهاجمين والهشات دي كده فاخترت لوكا دين اه ده اول واحد تاني واحد ريكو لويس اه وصفه اه من الواضح كده انه بيحبه اوي هم كايل ووكر في وقت من الاوقات حيلعب اه لكن بالبداية ريكو لويس دي شكل ريكو لويس ما بكمل تشوف ازاي حيلعبه واكرا المطش الجاي. ماشي. لكن دي هو. لا بس في ناس كتير جاي باريكو ليوس فعلا عشان فابع الشمح. بالزبط. والمطش جاي ضد براندفولد. المطش بعد ضد ارسل. المطش بعد و ضد نيو كاسل. بعد كي عنده ران بنت لازينة يعني فولهم في وولفز في سوتامتن في بولموت. سيتي واخد جدوى لجماعة. جدوى الجامد قوي بسرعة. مفيش احلى من كده لازم تجيب منه العيب. فهو ريكو ليوس ده بيديك اوبشن على الاقل حتى لو انت مش و دفعيا هو في الاول في الاخر باربعة بويت سبن دلوقتي. وفي نفس الوقت بيهاجم كتير اوه. يعني هو بيقوم بدور اللعيب اللي بيدخل في الدايرة في النص وبتاع. وفيه كورة ضد ابسويتش جابه في العرضة كان ممكن يطلع بقول. فريكو ليوس ده اوبشن كويس جدا من اوبشن الرخيصة. ولكن انا بس يعني اتعاقيبي على الخط الدفاعي الخامسة انها قلتهم دول. انه ريكو ليوس و لوكا دين دول تغييرتين في وقت مقاعت هتعمله. ماشي. فانت لازم تعمل حسابك. ش هتستخدم ثلاث تغييرات. لو معاك ثلاث تغييرات. استخدم تغييرة واحدة على اقل لو انت مضطر. لكن خليهم معاك عشان دول التغييرتين على الاغلب بالنسبة جدا هتعملهم عشان بعد كده لما يدخل في النص اللعيب. انا هقول لها دي مش هبقى فيها تغييرات. صح. في النص اول لعيب ايزي. لو انت مجبتش ايزي من الاول. ولو عندك خليه. لكن لو انت مجبتوش دلوقتي بقى اوبشن كويس جدا عشان نزل تحت ساونيون 6.9. فدلوقتي بقى اوب من اللعيب وتجيب ايزي. مظبوط. اوبشن تاني غير ايزي طبعا عندك مبومو. لك انا روحت مع ايزي بصراحة عشان هو ماتش اللي فات. جاب جول اه الماتشاط اللي جاية عنده لستر هوم منشستر ريونيتد هوم ايفرتون اوي. تلت ماتشاط اللي انت جايين اه يستهلوا ان انت تفكر في ايزي وتخطوا في رقيتك تسيبوا التلت ماتشاط دول ممكن يتلعب جول اسيست. يعني اتوقع على اقل في التلت ماتشاط الجايين دول هيجيب جول خلي بالك ايزي معاك طلبات الجزاء. غير لو ادها الماتيتها يعني احتباء غريبة شوية. ولكن هو اوبشن كويس بان هو نزل في السعر وده اللي احنا اه مستنينه. اه بالنسبة لللعيب اللي بعده زي ما اتكلمت كول بولمر. اللعيب اللي بعده صلاح كده 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 مفاش كلام. هتعمل لازم تجيب صلاح. ارخص لعيب معنا هاري وينكس. ده اللعيب اللي بربعة ونص اللي بيبدأ اساسي. وده اللي مش هيشوف الملعب اصلا. كده كده التشكيل اللي باني عليها دي. هلعب تل اربعة تلاتة يعني هتفضل تسبت تلاتة اربعة تلاتة. وبعد كده اللي انا جايبه زيادة هو لويز دياس. لويز دياس بدأ فورمة مش طبيعية انا كنت متخيلي. لويز دياس حيبدأ ماتش. لأ خاكبه حيلعب. قلت بقى هولندي وبتاع ومدرب هولندي وعمل يورو كويس وبتاع. بس لويز دياس بيطلع نور من بقى. يعني ما اقدرش المدرب بيطلعه. وفي الماتش الودي بتاع كولومبيا. هو ممكن بس عشان يرجع دي مسافة بعيدة. الماتش بتاع كولومبي الدولي. جاب جول. يعني هو مش بس اللي هو فورمة ماتشين تلاتة. لا. هو كمان مع المنتخب. فهو شكل عنده دافع مش طبيعي يعني مع مدرب الجديد ده انه هو يذبت نفسه. ولويز دياس عمتا الغايد دلوقتي يعني يجايب الفورمة بتاعته. يعني يا ربي. تن بوينت سابن. هو فاول ماتش ابسويتش ما جابش. جاب تلاتة. بعد كده جابة 14 في 15. لعيب سبعة ونص ده على فكرة رقم خرافي يعني. يعني المخت اللي عنده لويز دياس. من الاول. اللي بخت اللي راهن على لويز دياس. زي كورين مسلا راهن على لويز دياس ما اول ده شعوازها راسم. اه. الناس كلها راحت لجوتا. بس بس هو. الجوتا مردود ومش وحش برضو. لحد ما. بس ما ما توقع نش. جاب جول واسيس. بس ما توقع نش ان لويز دياس يعمل كده. لو كل عارف لويز دياس يعمل كده. في الهجوم بقى انا كان بالنسبة لي ان انا في لعب منهم. يعني الماتش الجاي صعب اللي هو ويسا. هطيت ويسا. لكن ويسا من الواضح كده انه كل ماتش حيجيب جول وجواله مش لازم تكون حلوة بجد يعني هو بيرشع في اي حاجة. اعترض معك بقى بحاجة. ايه? وهو ده اللي انا كنت اعجيه لك فيه. براندفورد كومبو امبويمو وويسا من جيم ويك سكس مفيش احلى من كده. هتخليه يعني معك. لأ. اما ليه? تجيبه من اول. تجيبه همومة الاتنين من اول جيم ويك سكس ويلا باش همومة الاتنين. بص انا. اه متبخلش. بص انا قدامي عشان اجيب اللعيبة قدامي تلاتة يا اما نجيب ويسا. يا اما نجيب كريس وود. ماشي نفس القيمة. ويسا بس عنده مطشين صعبين. لكن انا شايف ان ويسا هيجيب في واحد من مطشين يعني مش هتبقى. لا لا انا فاهم انا فاهم بس تفرج على ويسا ده من جيم ويك. هتضرب اه جامد هتضرب. هو هو مجويمو اه كومبو عظيم. ما هو ويسا اه ويسا او اه كريس وود اول عيب اللي انا جيبته الاسبوع ده وده اللي احنا هنتكلم عليه في الحلقة الجاية اللي هو مونيز. مونيز. مونيز ده مفروض يفوق لكن هو هو مش بدأ بداية حلوة خالص. بس هو مطشات الجاية عنده ايه يعني عنده وست هام هوم عنده نيو كاسل هوم عنده نوتنج هام قوي مفروض مفروض يجيب على اقل جول في التلات مطشات دول ولكن احسس انه بداية ويسا دي حلوة قوي بداية ويسا ممكن تخليك تفكر ان انت تجيبه عايس يجيب مونيز مكانه اوكي يعني ماشي لكن انا ماتخذ يعني طريق اللي هو الفورمة تغرب المطشات. مش مهم هو هيلاعب مين هو طالما هو بيجيب مش مهم هيطلع لك بجول وخلي بقى في المطشات التقيلة دي هو ممكن الفرصة انه يجيب بونس اللي بقى اعلى بقى يعني يجيب جول تعادل بتاع فاللي هو دي الفرصة فمختار ويسا طبعا مع هالند وبعد كده دلوقتي كان عندي اختيار صعب يا اما انزل بالسعر لك اللعيب زي جواب بيدرو بس جواب بيدرو بصراحة مطشاته معجبتنيش فاللعيب اللي اخترته ودي الاول مرة اختاره في حياتي وما توقعتش هو كلفر تلون كلفر تلون ليه يا كابتل ليه ليه لو انت وجواب بيدرو مش عاجبك ما تروحش الولبت هقولك ليه كلفر تلون معنا فكرت فيها ان جواب بيدرو مش عاجبني اروح له كلفر تلون جاب المطش اللي فات 12 نقطة جورو اساس داد بونموت بيشوت ضربات جزاء المطش اللي جاية عنده قاسة الفيلا بعدين افرتون عندهم جدول انا شايف ده احلى جدول في الدول عندهم ليستر في بالاس في نيو كاسل في ايبسوش في فولهم في سوتامتن في وستهام في برانتفورد لغاية جيمويك 12 اللي هو يوم 23 نوفمبر مطشات افرتون فعلا ممكن تطلع بسكورات عجيبة يعني وهما افرتون بس جابوا ارماندو برويا من تشالسي بس كالفر تلون فت فالمخرج الوحيد بتاعهم ان هما يجيبوا جوال هو حيبا كالفر تلون ويا شلام بقى لو ايه لو تريبل اتش ودع يخسر مطش افرتون ده بسكور يودع يجيبوا بقى مدرب جديد هاي ودع على الانترناشن بريك اللي جاي ايه فوت 3 مطشات افرتون ممكن علشان بس انت ظبطتنا مو سنفات وما منزلتش ودع بس بس كالفر تلون كاوبشن الحلو فيه ان هو الاونرس بتاعتو 1.8% ديفرانشل رهيب ديفرانشل عالمي يعني الى 12 نقطة بتاع الاسبوع الفات لو انت عنده كالفر تلون حيفر معك بطريقة مش طبيعية فعشان كدا روحت كالفر تلون بالزات مش كارت مش اسمه ايه ده ويلبك علشان ويلبك الاونرشب اعلى من كالفر تلون والعين برضو عليه ويلبك او بيجيب جوال لكن ما بيشوتش دربات جزع فدي برضو كانت تفرق معي فدول العيبة يعني عمتا اللي انا حطيتهم لو كنت حامل ويد كارد حاجبهم والتشكيلة كل ماتش حلعب 3 اربعة تلاتة وينكس ديكا وطبعا التلاتة اللي انا حبدأ بيهم اكيد حبدأ بديك لويس حبدأ بلو كادين وحبدأ بمدافع من بتوع ابسويتش عشان ابسويتش جدوان لهم برضو هيبدأ يبقى يبقى حلو وديفد رايا او اليسون ده يبقى على حسب اختيارك ده يبقى الحارس بتاعه اراك والله جميلة انا برضو في واحدة كده عجبتني احابب اقولها للناس هي فيها رايا والجون فابيانسكي برضو فيها روبينسون جستو فاندايك ريكو لويس عارف اي مشكلة روبينسون ان هو 4.6 وريكو لويس 4.7 وكنت ممكن اختارها على روبينسون على لوكا دين بس حسيت ان لوكا دين احسن ما انا جايلك بقى الباقي كله مزبوط اه بولمر وصلاح لويس دياز روجرز وينكز ماشي بس نزل اول في الدفاع اه في الوسط ليه بالعقل؟ روجرز وينكز ولويس دياز وبولمر وصلاح يعني هو اختار روجرز على ايزي ماشي ماشي حل جميل جد ومعانا في الاخر قبل ما تقول اكيد معانا هفرسودات لا هلند ويلبك وويسا طب اللعيب ايه ده مزبوطة بزبط ده مزبوطة بزبط انا شفت دي عجبتني بصراح حس ان دي احسن في ناس برضو رايح لسيمينيو على فكرة في ناس رايح لسيمينيو في واحدة تانية برضو شفتها كان فيه احد راح لسيمينيو سيمينيو لزيز بس انا انا حاسس ان لو عايزت راهن بقى الفتح الجاي بقى راهن على برايتون روح على الود منتي بس منتي ده بيرمو كتير عليه برايتون لا ميتوما بقى خلاص لا بس برايتون ميتوما بجد برايتون بجد انت لو عايز بس بجد بس بجد اه يعني هو بجد برضو من انت من انت ده عايز كاس التفوق من الاخرى كاس التميز بس جماعة لو عايز كاس التميز بقى بجد الجملة بتاعت كل سنة انفجار واتكنز جماعة خاضر دلوقتي احنا انا طول عمري عندي نظرية كده واتكنز ده مهما حصل انفجاره على الدكة عسان دوران الحقيقي لعب مكانه اه انا طول عمري مقتنع امتا امتا اقول لك الحاجة تسعين في المية اه تسعين في المية ده صح عشان ملعب ملعب مكانه اه يقول لك واتكنز بس انا انا اقتنع الشخصي ودي حاجة انا مقتنع بها من زمان اه بقال لي ثلاث سنة واتكنز اول ثلاثة جيمويكس تحسوا كده دائما محزوز بيرجع الانترنشب بيخلص بنرجع يبدأ تاك 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 وبتلاقي ماتش رح جيب في هاتفك تفرجت على فيديوهات راشفورد وهو في الانتراشب بريك راشفورد نزل يا جماعة خاف انا انا خاف قلع تشيرته عمالي يتمرن غير تشيرته بقى وخلاص انا بقول لهو تاني واتكنز اهم فجر اضحق واتكنز قبل ما بتاع راشفورد تجيبه قبل ما يلحقه فيه تشكلات عمال حلوة بس المشكلة في حاجة انه انا بشوف ناس كتير بتعمل ويلد كارد ويلد كارد شكله حلو بس المشكلة انه هو مفوش صلاح فمسلا الويلد كارد ده هندرسون فابيانسكي مم دين روبرسون لويس جريفز روبرتسن ماشي لويس دياز ساكا ايزي ميتومان بومو ويلبك هلند ازاك لا انا كده بقى فيه حاجة انت مش جاب صلاح لازم تجيب بولمر يعني هتجيب ساكا وبلمر بقى انا عايز اعوض صلاح فهتجيب ساكا وبلمر معروف طب ساكا ولا بولمر لا انا معايش صلاح اجيب ساكا وبلمر ما ينفعش اه ويبقى ساكا بولمر لويس دياز معك الثلاثة خلال انت بتحاول تأمن نفسك من خزوق صلاح بماء بكل الطرق فهم اه ممكن ممكن الديبيت بقى صان ولا ساكا ايو بس يعني لازم يبقى معاك ثلاثة اللي هم البريميم اللي هم ثلاث عشرات اه او عشرتين قصدي ولويس دياز اللي هو سبعة وفي وايد كارد تاني حلو رايا تيرنر ماشي او ممكن اخليها رايا في البيانسكي عادي ترنت كونسا لويس روبينسون كونسا بيلعبش بقى خلاص كونسا بيلعب كونسا سوريا سوريا كونسا لا 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 كونسا ماشي مبومو منتي بالمر روجز صلاح جواو بيدرو هالند و اوي جودا اوي جودا احنتكلم عليه في الحلقة جيه انت انت ده باربعة ونص مليون كان في نوتنجم الناس كلها عمالة تجري عليه حنتكلم عليه يا عمالة هذا ويدكارت حلو ويدكارت تانية برضو شكلها جميلة هندرسون سليبة ريكو لويس روبيرتسون ماشي روبيرتسون ايت نوري سيمانيو ساكم بومو ايزي نيكولاس جاكسون هابرتس هالند حلوه انت عادت مطش ليفر بول حطت ديرك بين رجليك هل 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 وفي برضو روبيرتسون سانشيز و فابيانسكي خراس مع ان انا مش مع سانشيز فلاكن هالطول يعني بالنسبة لي روبيرتسون 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 دانك لوكا دين ستيفنس بتاع اه لو انت بتفكر تجيب مدافع من ساوتامتن متى متعملهاش هاتت اتنين من ابسويتش مجد هاتت اتنين من ابسويتش لويس دياس روجرس صلاح ايزي بالمر هلند جوا وبيدرو و اوجو ده انا عايز بقى نوجه رسالة للناس بقى اللي ماعملش والد كارد جماعة ماعملوش دي وجهة نظر الشخصية احتفظ بال والد كارد بتاعك حتى لو فرقتك متعوره ايه رأيك في كومبو لو انت مش هتجيب بالمر ماشي كومبو وسط ايزي صلاح مبومو متومة لويس دياس ايزي صلاح مبومو متومة لويس دياس بس من غير بالمر مفيش بالمر ولا سكة ولا صن يعني صعبة صعبة بس اللعيبة كويسة بس صعبة بس ملاحظوا حاجة انه ناس كتير بتمش حطة ايزاك ايزاك كويس ايزاك البرح ايزاك البرح رجل بيقول له بيقول له بتبقى مبسوط اكتر لما الناس تبقى كابتناك وتجيب قال لهم لا ببقى مبسوط اكتر لما الناس تمشيني ورحوا جايب دي بالنسبة لي احد فالكل اللي ماشوا ايزاك انتظروا جيم ويك فور قبل ما نختم بس علشان في ناس كتير كانت جايبه مدافع بتاع نيو كاسل منهم انا وهل قعدك كالمطش الجاي المطش اللي فات واضح كده ان هي ليفرامينتو اللي حيلعب انت عايز بيرن المضمون تلعب بيس انت بقى بس ليفرامينتو برضو هجمية احسن بس بيرن ده المضمون المضمون يعني تري في دلوقتي لو بدخل في الصورة تانية هتلاعي ليفرامينتو بدا يعد ايكا بتاعك لا ليفرامينتو هيلعب لافباك ليفرامينتو ماتش فاتلعب لافباك منعاص دي سوري لعب رايد باك بس فاكر لويد كيلي رولتلك عليه نزل فعلا وعمل اسيس صح 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 لويد كيلي ده بيلعب كورت انت ممكن في لحظة تلاقي كل عاجة بازت مين المضمون هتروح على بيرن طيب يعني انتو بتعمل ويد كورت وعندك لويس هول انا عندي هول في رقتي يعني عمتا فلو انت بتلعب ويد كورت عمتا اخلص من لويس هول ده وهت ممكن تزود لروبنسون ممكن تزود بوينتو لريكو لويس ودي احسن حاجة ممكن تعملها يعني ولكن لو انت عندك بالزبط وعايز تضمن العيم فهو دان بيرن كده كده دي مفهاش كلام هل في ناس يعني بص دي برضو مش وحشة بصراحة هندرسون ترنت فلتمن روبنسون لويس دياز ايزي صلاح روجرز هلند ويل بكاورتس وبررة عنده سمينيو فاس وجونسون شو حشة؟ شو حشة؟ شو حشة؟ شو حشة؟ شو حشة؟ شو حشة؟ بس مشكلتي طبعا مع انه مفيش بولمر دي يعني انا معاك انه لو حعمل ويد كورت دلواتي انا بعمل ويد كورت عشان نجيب اللعيب الغالي العيب الغالي لما انت تجيبه دلوقتي تقدر تنزم لتحت لكن لو انت ما جبتوش دلوقتي هيبقى صعبة جدا ان انت تطلع له عندك اي اضافة للناس اللي بتفكر تعمل ويد كورت او فعل خلاص الويد كورت انا يعني نصيحتي اللي بيفكر ما تعملهاش لكن لو عامل ما عندكش صلاح هو هكانه؟ يعني حاس ان انت ممكن تبرص بحد الانترناش بريك اللي جاي معدكش صراح هو هالند؟ معدكش صلاح؟ معدكش صلاح؟ معدكش صلاح عندك ل東西 معدكش هالند؟ لازم تعملها معدكش هالند؟ معدكش هالند اعمل ويد كارت ميديون في المئة اا عندك هالند؟ يعني ممكن تحاول تستحمل صلاح شوية اهو عندك هالند بى شيل عنك. طب شؤال اخي. لو بصيته على النقط. لويز دياز كأنه معوض نقط صلاح. اه. فاهم? اه. فانت على الورق. ايه? اللي اتنين. بس لو انت على الورق حسبتها انت لو جاب لويز دياز هالند وموزع على لعيبة تانية مقبولة. اه. انت مخسرتش قوي. انا كنت حسناك سؤال كنت هقولك لو انت عايز تجيب هالند. وممكن تجيبه بباينس فور بدل ما تستخدم ويد كارد بعد كده فكرت فيها قلت. لا لا. مستحيل تجيبه بباينس فور لو انت. يعني صعب ان انت يكون عندك دويز دياز وصلاح وبالمر. صعب صعب لانت. لازم لازم ويد كارد مش حيب عندك كل اللعيبة دي. فالويلد كارد عمتا مع حتة ان انت تقدر تحوش دي بصراحة جند اوي السنة دي. ممكن تستخدمها ان انت تعمل ويلد كارد دلوقتي بعد كده تعمل ميني ويلد كارد قدام بتلاتة لكن انت اعمل حسابك اللعيبة اللي انت هتجيبها دي هتحوش التنسلس ساعتك على الاقل اللي جاي ماكسمم تستخدم واحدة. صح. بس يعني ده انا مش شايف ان في حاجة تانية تتعمل يعني بالويلد كارد. ولكن زي ما انت بتقول الافضل نحن استنى الويلد كارد التناشر بيك الجاي. التناشر بيك الجاي هنتون قربنا ها. اول لجاعة ممكن برضو تبعتولنا افراءكم في الكومنتز اكتبوها لنا. اه. واحنا نرد عليكم ونقول لكم اه مين اوبشن كويس مين اوبشن وحش. عندك مقارنة بين لعيب والعيب مسلا ممكن تكتب ليه افتركة. اه. عندك سعر معين عايز تعرف مين افضل اوبشن من وجهة نظرنا اه نقول لكم عليه احنا وعندناش اي منع. فمستنانكم في الكومنتز. بس كده. كم معاكم مروه احمد خالد عادي. شوفكم بقى في حلقة الاسبوع. ليلة الاسبوع الرابع. يلا سلام.